دكتور طارق أعد إليك فيما يتعلق بالمشهد داخل حركة حماس تقديرات إسرائيلية تتحدث أو تشير إلى اسم يعني لن نذكر الأسماء لأنها من مصادر إسرائيلية ولكن تتحدث عن أسماء معينة لخلافة يحيى السنوار بتقديرك من هي الأسماء المرشحة أكثر من غيرها من المبكر الحديث عن أسماء يعني هناك أسماء كثيرة في حماس لكن من المبكر الحديث عنها وباعتقادي أن هناك آليات ربما تجعل من الأسماء مسألة ثانوية أو التوقعات في الأسماء مسألة ثانوية لأنه بعد اغتيال إسماعيل هنية بعد استشهاد إسماعيل هنية نفس الحالة كان هناك توقع أسماء ولكن أيضا الأمور جرت بطريقة مختلفة علما أن السنوار نفسه كان أحد الأسماء المتوقعة في ذلك الوقت وبالتالي أعتقد من المبكر الحديث عن الأسماء ولعبة الأسماء قد أصلا تستخدم من قبل الإسرائيليين ومن قبل الأمريكيين أصلا للتلاعب في مستقبل الحركة أو التلاعب في ما يتعلق بالتوقعات والتكهنات وبعض الأحيان قد تستخدم لعمل إزاحات باتجاه التحالفات الإقليمية خاصة في ظل أننا نتكلم عن حركة لديها تحالفات إقليمية وبالتالي محاولة الفرز هذا على خط كذا وهذا على خط آخر هذا باعتقادي لعبة لا أعتقد أنه من نظمين هل تسعى إسرائيل؟ بل ربما هي بالفعل تسعى إلى ذلك اللعب على هذا الوتر طبعا تاريخيا إسرائيل دائما ما يشبه الأجنحة ربما داخل الحركة نعم دائما كان هناك تقسيم داخل وخارج كان تقسيم بأن هناك خط إيران وخط غير إيران وغير ذلك كل هذا باعتقادي غير صحيح وغير سليم ولا يمكن التعامل معه بجدية خاصة إذا كان مصدر إسرائيلي لكن الديناميات حماس الداخلية باعتقادي أنها قادرة على تصدير وتصعيد قيادة بتكاليف منخفضة جدا وربما بدون تكاليف حتى الآن مرت بمراحل كثيرة السنوار تقريبا هو سادس أو خامس قائد لحركة حماس وبالتالي القادم سيكون هو السادس ربما بعد خيري الأغا وبعد خالد مشعل وموسى أبو مرزوخ وخالد مشعل ونتكلم عن سنوار هنية وسنوار خمسة إذن الرئيس القادم هو الرئيس السادس ست قادة أعتقد أن الأمور تمت بسلاسة أكثر من المتوقع وبالتالي من الممكن أن لا يكون هذا الأمر ذات أهمية كبيرة غزة في حالة حرب والحركة في حالة حرب هل يمكن أن تذهب لتصعيد أسماء غير معروفة؟ لم يكن الموضوع أعقد مما كان عليه قبل شهرين عندما تم اغتيال أبو العبد أو شهرين ونصف وبالتالي الموضوع الآن لا يعطي بأن هناك ظرف استثنائي مختلف عن الظرف الأمر تم بسلاسة قبل شهرين ونصف وباعتقادي لا يوجد تحديات كبيرة أمام هذا الموضوع في المرحلة الراهنة